اشتركوا في القناة يقول ابن القيب رحمه الله وَإِنْ سَأَلْتَ عَنْ يَوْمِ الْمَزِيدِ وَزِيَارَةِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَرُؤْيَةِ وَجِهِ اللَّهِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الْتَمْثِيذِ وَالتَّشْبِيهِ كَمَا تَوَاتَرَ عَنِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ مَقْلُفِي أَنَّ الْمُنَاديُ يُنَاديُ يَا أَخْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْتَزِيرُكُمْ فَحَيَّ عَلَى زِيَارَتِهِ فَيَقُولُونَ سَمْعًا وَطَاعًا وَيَنْهَضُونَ إِلَى الزِّيَارَةِ مُبَادِرِينَ فَإِذَا بِالنَّجَائِبِ قَدْ أُعِدَّتْ لَهُمْ فَيَسْتَوُونَ عَلَى بُورِهَا مُسْيَعِينَ حَتَّى إِذَا اِنْتَهَوْا إِلَى الْوَادِ الْأَفْيَحِ الَّذِي جُعِلَ لَهُمْ مَوْعِدًا وَجُمِعُوا هُلَاكُ فَلَمْ يُغَادِرِ الدَّاعِي مِنْهُمْ أَحَدًا أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضح وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المس حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يثق الموازيننا فلم يدخلنا الجنة هو يزح زحنان النار فبينما هم كذلك إذ سطى لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرك عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادهم أين عباد الذين أطاعوا لي بالغيب ولم يروني أين عباد أين عباد أين عباد الذين أطاعوا لي بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضعنا أن قد رضينا فارضعنا فارضعنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرضانكم لم أسكنكم جمتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي فيكشف لهم الرض جل جلاله الحجب ويتجلالهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هاد ترجمة نانسي قنقر